صباح الخير ساميرا صباح الخير لكل المشاهدين نعم كما ذكرت دائما مع هذه التغطية المتواصلة لامتحانات شهادة التعليم المتوسط لدورة الجواء 2024 التلاميذ خرجوا قبل قليل من أول مادة مادة اللغة العربية معي أيضا تلميذ صباح الخير صباح الخير كيف كان موضوع لغة العربية؟ كان في متناوي الجامع وانتفائل وخير إن شاء الله وشو مربما الموضوع؟ كان يحكي على البيئة والنظافة وبالنوقع وفيها آخر إن شاء الله وإن شاء الله الفيزيكي يجي ساهل تانيك وما نقول لها ساهل الصحف النتائج وخلاص يعني خدمتك في اللغة العربية؟ ما نقدرش نقول لك فقط تقريب يعني بالتقريب على حسب وجهك التراجع؟ إن شاء الله إن شاء الله فيها آخر وما ربما سؤال لي جاءك صعيب؟ سؤال لي جاء صعيب على محسينة بديعية أهم شيء محسين الصور البيانية شوية وشرح الكلمة هذا معك على العموم نقولوا إن الموضوع كان في متناول تنامي في متناولك أنت؟ أه الحمد لله وفيها آخر إن شاء الله شكرا لك ما يتلميذ آخر أيضا صباح الخير؟ صور النور موضوع كان في متناول الجامع ونقدره ونخدمه فيه وكي إن الموضوع كان على البيئة والسؤال لي فيه شوية ختمة هو سؤال تعال محسينة البديعية ونتفعله أخر إن شاء الله ندو البيئة بالنسبة الوضعية كيف شكنت؟ كانت سهلة ما فيهاش بزافة ما فيهاش بزافة ما فيهاش بزافة فيها بركة 16 سطر هذيك اللي تحصل فيها شوية ما هي الوضعية؟ قربنا ربما شوية الموضوع؟ الوضعية كانت على مظاهر تلوت وما خطيره ونشاء الله نتفعله أخر بالنسبة الاسئلة الأخرى يعني حسب وش راجعت انت خلال خلال دراسية؟ نعم حسب وش راجعت كان اسئلة ما طعش لي كنوا متوقعين بصحة جنة سهل ربما مصبح كدخلتوا كنتم قلقين كنتم خايفين ذو كشتستوا أول امتحان كيف شعلكم؟ أنا نورمال ما كسترس ما كينوالو ستخاف شوية بصح ما اللو الكي تبدأ تحل يروح لكا ديكسترس بالنسبة الامتحان ناحج وزودوك يعني امتحان مادة الفيزياء؟ فيزياء سهلة ما في عاش بزع ما في عاش بزع شكرا لك بالتوفيق بالنسبة لك ايضا انتحان الفيزياء بعد قليل؟ ما نقدرش تعرف هكك مراجع يعني؟ الحمد للهاني مراجع شوية إن شاء الله يكون ساهل إن شاء الله ندل بي إن شاء الله شكرا لك بالتوفيق نعم سميرة هذه عراء بعد التلاميذ بعد انتهائهم من أول امتحان امتحانا اللغة العربية شكرا لك هاجر إذا نحض موفق للتلاميذ مشاهدين إلى ولاية تيبازا أين تتوجد زميلة هاجر زليلف وفدت قناة النهار هاجر صباح الخير وأهلا بك أهلا بك زميلة سميرة أهلا بكل مشاهدي قناة النهار إذن دائما من ولاية بازا مركز آخر ثانوية خالد بسمحة المتواجدة بقلب الولاية رفقة مترشحين من شهادة التعليم المتوسط وأستاذة لغة عربية حتى تعطينا قراءة في الموضوع إذا كان في المتناول هل أسئلة المدرجة هي ضمن المقرر دراسي دون إطالة سنرصد بعض انطباعات المترشحين حول مادة اللغة العربية إذن مرحبا بكم معنا مرحبا بكم الاختبار كان في متناول جميع التلاميذ سهل بزاف يعني يعني نشوف الاستغلية والوقت تقريبا الوقت الكامل للمادة نعم الاختبار مدش بزاف وقت الحقيقة هذه أسئلة مباشرة أسئلة مباشرة نعم ما كش أسئلة مخفية ولا إذن خدمت نقدر نقوله كما نقوله بالعامية خدمت في الموضوع نعم نتمنى لك توفق في باقي المواد إن شاء الله إن شاء الله شكرا زميلتو أيضا ركي مرتاحة بعد ما اشتستي امتحان مادة لغة العربية مرتاحة بزاف وكي سيجي قرف سهل وليلي كيفاش كانت نفسيتك صباح 8 ونفسيتك على 10 استراز تقلاق ميذو كبيا حمد الله إن شاء الله هالمواد كيف يكونوا سهلين دخلت في أجواء الامتحان نعم نعم أسئلة مباشرة مباشرة ما كش عفسة مخفية كل أسئلة درستوها نعم كلش خمسة وعشرين دقيقة وينتهي الوقت الرسل لما تدري بغيان تخدمي في السيجي حمد الله والمادة العلم الفيزيائية ركي جاهزة اي عمالي ما لديك صعوبات في الفيزياء شعر تفضلي معنا قولي لي هل أنت يعني عندك صعوبات في مادة لغة العربية ولا لا لا شوية مش بزاف كيفاش كان الموضوع كان ساهل نورم ما بيوالو جعبت على كل أسئلة اي أسئلة مباشرة مباشرة اي ركي محضرة روحك لمادات العلم الفيزيائي اي مالي محضرة روحي لمادات فيزيائي شكرا تفضلي معنا تفضلي معي هنا قولي لي اسمك اسمي مالك 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 كيفاش كان موضوع اللغة العربية كان ساهل وكان بزاف ساهل كان بزاف ساهل قولي لي استغلتي كل الوقت في التريث في الإجابة على الأسئلة والقراءة يعني الموضوع مرتين وقراءة الإجابة مرات اي استغلت وراجعت الورقات سعبية وكان ساهل كما أقول متنابل جميع كنت تتسينيما وضعي جيهك اه كنت تخيلت وعر علاك بين امتيحان الفصل الثالث وامتيحان الشاهدة ايهما اسهل امتيحان الشاهدة امتيحان الشاهدة هو سهل على امتيحان تجريبي وحظو وبدأت علم الفيزيائي ركي جاهزة اي جاهزة بي وباقي المواد جاهزة بصح شوية كل ما دار ومديرها وقتها ان شاء الله وليلي نفسي تكيف شراكي بعد ما صباح الاغلبية كنتو خايفين الان صباح كنتو خايفين الان صباح كنتو خايفة كنت شوية طمنا يعني ما همش اجواء اللي يكونوا بزاف وعرين كما تخيلناهم حاجة نورمال يعني الاساساتيذا كانوا بزاف هايين معانا وحذا هي هذا اول امتيحان رسميلي اح كيفاش الاجواء كنت تتخيلها لا لا كنت نحسها بزاف مزيرة بصحية نورمال يعني مزيروناش بزاف اجواء عادية اجواء عادية امتيحان عادية امتيحان عادية ان شاء الله شكرا اذا دون ايطالة مع الأستاذة قراءة في الموضوع ممكن تعطينا حوصلة الموضوع يعني الموضوع على وش كنت يتحدث هل اسئلة يعني مدرجة من المقرر الدراسي وهل يعني تلميذ المتوسط حال قادر يتحصل على العلامة السلام عليكم الامتيحان كان في متناول الجامع كان ضمن المقرر المدرسي تلميذ اللي كانوا يلتحقوا بالمدرسة من بداية السنة الاخر السنة يقدر يجاوب على سجي كان اسهل ما توقع نهش الموضوع هذا وان شاء الله لغة بسيطة اسئلة لغة بسيطة اسئلة مباشرة تناولت مقطع التلوث البيئي والتلميذ المتوسط يقدر يجيب حتى الـ 12-13 انعلامة فما بالك تلميذ المبتاز وان شاء الله التوفيق لجميع يقدروا يتحصلوا على العلامة الكاملة العلامة الكاملة ممكن يلمدوا لهم في الوضعية الإدماجية وما شكيش المهم يجيبوا يجيبوا من جيت حتى 18-19 نقطة ان شاء الله اذا الموضوع كان سهل موضوع حول النظافة سهل حول النظافة حول التلوث البيئي درسوه البحدة ودرسوه في الفصل الثاني نهاية الفصل الثاني والمقطع الآخر بداية الفصل الثالث تناولوه وان شاء الله يجيبوا ويجحوا كامل تلميذ سنة ربعة على هذه القراءة المختصرة رئيسة المركز حتى تعطينا ربما تفاصيل لإجراء الامتحان فضي معنا التلاميذ شفناها على الصباح والآن مختلفة نوعا عن ما أكيد هنا الدور يولي لكم في وضع التلميذ في الرياح بسم الله الرحمن الرحيم ولنشكر توجدتكم في المؤسسة نتمنى التوفيق للكامل التلاميذ بالنسبة للأجواء صباح استقبلنا التلاميذ في وقت عادي ما كانش كانت أخورات كلش كانت مبرمجة حسب واش خطط لها سيد مدير تربية كانت الانطلاقة ما شاء الله ممتازة التلاميذ اللي كانوا كحراس كأمانة كما شاء الله كانوا دخلوا لأقسام تاحهم كل واحد ونعرف المظرر بتاعه كل واحد ونريح ونلقى روحه آلس بعد نطلقت في ظروف عادية جدا والحمد لله ذكرنا نشهدوا بعض خورج المتارس شيحين هذا دليل على أنهم الفرحة تاحهم في عينهم دليل على أنهم خدموا وإن شاء الله بإذنها نتمنى التوفيق للجامع إن شاء الله يا ربي إذا لم تسجلتوش ولا حالة يعني ربما توفد العيادة من أجل المرافقة النفسية بالنسبة التوفيق للعيادة صفر صفر تواجد كل تلاميذ ما شاء الله بالرغم الإرتباء وقعما ما لاحقوش حتى وصلوا للأخصائي النفساني ولا للعيادة بالنسبة للغيابات سجلنا صفر غياب سواء ذكر أو إينث بالرغم أن المركز يحتوي على 400 مترشح 186 ذكر و114 إينث كل حاضرين وإن شاء الله بالتوفيق للجميع ما سجلتو ولا محاولة غش لا لا ولا محاولة غش الحمد لله الحمد لله بالنسبة لباقي المواد إذن الآن موضع موجودة على مستوى الخزانة الحديدية محفوظة طبعا المواضع سلمناها صباح الباكر من مديرية التربية حفظناها في الخزانة الحديدية المفتاح عندنا وكل شيء في الآمنة وكل شيء على ما يرام اتمنوا إذن توفيق والبقية للامتحانات إن شاء الله تتجز وتمر بردا وسلاما على التلاميذ وحتى على المؤطرين إن شاء الله إن شاء الله إذن دقائق فقط حوالي ربع ساعة وينتهي الوقت الرسمي لمدات اللغة العربية نصف ساعة راحة وبعدها ينطلق ثاني امتحان متمثل في مدات العلوم الفيزيائية على الساعة الحديد عشر بالضبط لا نزال في تغطيتنا المستمرة لامتحانات شهد تعليم المتوسط ولا نزال أمام مركز الشاهد عبد المجيد بمدى معنا بعض المترش يحل لرصد بعض الانتفاعات حول امتحانات مدات العربية يعني كيف كان السؤال اليوم في المتناول كما قرأته كما هضرت ساهل في متناول جميل سوجي ما فيه ولا كلش واضح ما ما فيش صعوبة لا ما فيش صعوبة حتى وبالنسبة للظروف الداخل المركز لا مليحة كما نقول ما فيها حتى حاجة ما مش متوفرة كاين لكما تزور كاين كل مش حاب التلميذ كاين شكرا واندا تفضلي معنا طيبة وش راكياني في الأسئلة اليوم كان في متناول جميع سوجي ما شاء الله كل شقرينا والظروف داخل مؤسسها كلش متوفرة ما شاء الله كذلك معنا مدير الصحة الجوارية لولاية ورقلان اللي أعطينا بعض المعطيات حول ما وفارته الصحة الجوارية بالنسبة للمركز كتعثير طبي سيد مدير بالنسبة لامتحانات وش وفرته إمكانيات لتغطية امتحانات شادة تعلم متوسط كمؤسسها صحة الجوارية رحمة كفلة بتغطية كافة المراكز الخاصة بتعليم متوسط اللي عددها 38 تم التغطية صحية عن طريق وجود فريق طبي فيها طبيب وممرض ومختص نفساني هذا موجود على كل مستوى كل المراكز تعلام امتحانات من أجل تغطية صحية تعلام مترشحي ما سجلتش اي حالات عغماء الحمد لله اليوم فترة صباحية كانت فترة فيها هدوء بالنسبة للمترشحين ولم نجد اي حالة من حالات حتى الساعة الحمد لله ان شاء الله نحن موجودين رفقة العناصر تلحيم المدنية ورفقة الفريق الطبيعي على مستوى كل المراكز من أجل تغطية صحية لهؤلاء المترشحين في هذا الجانب الحمد لله لما نسجل ان شاء الله من سجلت يعني خلال هذا الدور خاصة انه الفترة مسائية طارفة بارتفاع درجة الحرارة كان يتنقلوا في السمش الدربة السمشية لأكتر حاجة يتعرضوا لها اكيد لازم وقايا من ضربة شمس اكيد واستعمال المياه يعني على كل مدر كل يوم لانه تشهد الايام هذه فترة حرى جو حار ان شاء الله ما يكون شائق المترشحين خلال هذا الدور شكرا سيد مدير لنزل معنا بعد الطلبة يعني أعطيني وش فوتوا لمدة العربية وكيفش كانت الاسئلة كنتوا كيفش كنتوا موجدين كان صعيبة سهلة كان السوجي الاسئلة كانت فيه مساناو الجميع دروس اللي قريناها مخرجناش على البرنامج اسئلة سهلة ومباشرة ما فيش اي خدع وان شاء الله نجيبو على ممليحة وبالنسبة المادة اللي حتفوتوها فيزياء الفيزياء الفيزياء لازمك تقرأ مش تلقى تراجع تلقى ما تراجعش ما تلقاش شكرا معنا تليك أحد موطر الشحين بالنسبة اللغة العربية كيفش كان كان السوجي مميز وجيد جدا ومستحقين باللي جينات السوجي وبعد ناجينات السوجي ومعنا ملاحة بالنسبة مادة الفيزياء الفيزياء لازم تقرأ لازم فيها فيزياء تحط في رأسك سمي إذا كنت محضر تجاوبي لم يكن شخصا ما تجاوبي إيه شكرا زملاء نعودوا لكم في ساعتنا أخبارية التانية إن شاء الله لنرصدوا لكم مزيد ونطلبة شكرا ترجمة نانسي قنقر